احنا بتكلم دلوقتي عن ربطة الانديه المحترفين تشايفها ممكن تنجح بنسبة قد ايه في مصر؟ هي عايزة تنظيم الاول يعني عايزة تنظيم الاول تحطه اسس والاسس دي تشتغل على الانديه تبقى على علم بيها ما اتفاجئش يعني ما اشتغلش النهاردة هلاجم المحترفين والانديه مش فاهم عن النظام ايه لازم كل نادي يبقى عنده النهاردة اللوائع والشغل شركات والشغل والشغل كل كبير وصغير النهاردة عن اللي احنا المحترفين دي هي اللي هتدير هتدير نظام الاحتراف في مصر الفار ظالم ولا مظلوم ايه اللي اتنين ايه اللي اتنين يعني تقدر تبقى مواقف مواقف ممكن الحكم بيحتسبها وتبقى الحكم صح مية مية ويرجع للفار خلاص بقى حصل اه لا حصل شك من الجهاز الفني واللعيب اوي ويرجع للفار والفار ممكن يؤيد قرار الحكم ساعات الفار تاني يختلف مع الحكم هل الفار ممكن يدبس الحكم اه طبعا ده بالنسبة كبيرة او في متشات كتير او طبعا ان الحكم بيحتسب حاجة والفار يلغي انت راضي على الفار السنة دي هو طبعا منظومة ده منظومة عالمية ومنظومة بوتدار لازم نقبالها ومنظومة بوتدار في كرة القدم العالمية ومنظومة ترتضيت ديها فاللعيبة اجهزة فنية جماهير اعلام كله لازم يرتضي اذا كان نظام عالمي لازم ارتضي بيه مفيش مشكلة كبت فتح ان الجزئية دي انتهت هبدأ اخش في الفقرة التانية اللي هي اسمه حق الجمهور حق الجمهور حق الجمهور الجمهور هيسأل وانت تجاوب لو بش عاوز تجاوب هتقول لي بش عاوز اجاوب في السؤال ده هسألوك بصورة تانية وانت هتجاوب عليه بس الكلام ده هناخد بعد الفاصل بش يا كبت فتح فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجر اشتركوا في القناة موسيقى